بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلبة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشابتر الثالث السكشن نامبر وان بعنوان اكويفلينت سيستم اف فورس في جزئها الثالث طبعا هنا راح نشوف الريكتانجولر كمبوننت اف امومنت اف او افورس الريكتانجولر كمبوننت عموما في ثلاثة الابعاد راح اتكلم عليها الحين يعني المومنت زي ما عرفناها من قبل بتساوي الفيكتور ار كروس الفورس يعني هذا هو الديستنس وهذا هو القوة طبعا الفيكتور ار اقدر اكتبه في ثلاثة الابعاد مكوناته على الاكس والواي والز بالطريقة هذه والفورس ايضا راح تكون عندها مكون اف اكس واف واي واف ز باتجاه المحور اكس والمحور واي والمحور ز طبعا لو عملت الكروس بروداكت راح تحصل على مومنت يكون عنده مكون باتجاه الاكس ومكون باتجاه الواي ومكون باتجاه الز طبعا هنا لو عايز تحسب المومنت about O يكفي أنك تحسب ال-determinant أو المحدد وتضع في ال-first row ال-I وال-J وال-K وتضع في ال-second row ال-X وال-Y وال-Z اللي هي بتهم الفيكتور R وال-Fx وال-Fy وال-Fz تضعهم في آخر سطر وهنا هي مكونات الفرسة F طبعاً لو حسبت ال-determinant هنا راح أتحصل على النتيجة التالية وطبعاً عندي مكونات باتجاه ال-X وال-Y وال-Z طبعاً هنا بالنسبة لل-X وال-Y وال-Z بالنسبة لل-X ال-Vector ال-Unit Vector هو I زي ما شفنا في الدرس السابق وهنا عندي ال-Vector J هو ال-Unit Vector بالنسبة للمحور Y وال-Vector K هو ال-Unit Vector بالنسبة للمحور K The moment of F about the point B طبعاً هنا بدل أني أنطلق من النقطة O راح أنطلق من بين نقطتين في الفضاء هنا بين ال-B وال-A ويصبح R-A-B هو هذا ال-Vector زي ما تشوفوا على الرسمة هنا أطبق نفس القاعدة المومنت بتسوي ال-Vector R-A-B cross الفورس F ال-R-A-B هو R-A minus R-B وطبعاً بالنسبة لل-R-A minus R-B راح يكونوا عنده مكونات X-A minus X-B بالنسبة لل-X Y-A minus Y-B بالنسبة لل-Y و-Z-A minus Z-B بالنسبة لل-Z والفورسة F تكتب زي العادة بمكوناتها الثلاثة باتجاه ال-X وال-Y وال-Z بعدين عايز أحسب المومنت about the point B هنا لازم أكتب المحدد وأحسبه بالنسبة للسطر الأول أضع فيه زي العادة ال-Unit Vectors I و-J و-K السطر الثاني أضع فيهم مكونات R-A-B ال-Vector R-A-B وبالنسبة للسطر الأخير أكتب فيهم مكونات الفورس F طبعا لو حسبتم رح أجد المومنت about the force B بنمر الآن إلى ثنائي الأبعاد يعني لما تكون عندي structure ثنائية الأبعاد طبعا هنا بنتبق دايما القاعدة هي M-O بتساوي R cross the force F طبعا لما في ثنائي الأبعاد الفيكتور R رح يكون عنده مكون X ومكون Y يعني R هذه بتكتب XI مع YJ وبالنسبة وبالنسبة للفرسة F بتكتب بمكون F X هذا المكون باتجاه I مع F Y باتجاه اليوند فيكتور J وتبق ما بينهم الكروس product طبعا هنا رح توزع على F X وعلى F Y نفس الشيء بالنسبة للY J بتوزعها على F X وبتوزعها على F Y لو عملت الكروس product هذا رح تحصل على X F Y minus Y F X بالنسبة للمومت About O طبعا هنا لو أنت بتتكلم على الفيكتور يعني الكروس product طبعا رح يعطيني فيكتور أضيف هنا K وبالنسبة للقيمة رح تعطيني النتيجة التالية الآن ماذا لو بدل أنه بتكون عندي النقطة A موجودة هنا في ثنائي الأبعاد X و Y وعايز أحسب المومت About O رح أحسب الحين المومت About B اللي هي ما هيش الorigin طبعا الفيكتور R A B وهو الفيكتور ما بين النقطة B والنقطة A هو اللي رح استعمله في احتساب المومت About the point B بيساوي R A B Cross the force F بالنسبة لل R A B رح يكون عندها مكون هنا X A minus X B باتجاه I مع X أو عفوا Y A minus Y B باتجاه J كله Cross F X I مع F Y J طبعا هذه هي مكونات الفيكتور F زي ما نشوف هنا وهذه هي مكونات الفيكتور R طبعا طبعا لو عملت Cross Product وعملت الاختزالات اللازمة رح أجد في الآخر أنه M B بتساوي العبارة التالية كقيمة طبعا هنا كله رح يكون باتجاه المحور Z يعني وبتكون هنا الكمبونت الثالث اللي هو اليونت فيكتور K حاضر في النتيجة الأخيرة القيمة هي هذه بس ونكتب M B بتساوي M Z وبتساوي X A minus X B multiplied by F Y minus Y A minus Y B multiplied by F X